لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس بهذه الكلمات سردت لنا السيدة أمهاني ذات الستين عاما تجربتها مع مهنة القيادة تخرج أمهاني يوميا بسيارتها الميكروبوس باحثة عن لقمة العيش اسمي أمهاني يعني اسم الشهرة بتاعي أمهاني لأن العربية دي أصلا بتاع تاني أمهاني أنا كنت جاباه له كمساعدة في حياته يعني يشتغل عليها ويحسن حالته لأن الشيء طبيعي الشباب مهما يشتغل بيبقى محتاج إيه يعني يهمة شوية ففجأت لقيته إنه هو مقدرش يوفق عليها وكده فأنا خدته ونزلت اشتغلت عليها قلت بقى ينجح ينزل يطلع ينزل فالحمد لله لقيت نفسي الحمد لله ويعابي لقيت الله الناس كلها فرحانة بيه فرحانة بيه بيه بمعنى الكلمة والرجال قبل السيدات تخيالي يعني ما لقى الرجالة يوقفوني ويزمروني ويحيوني إيه ده أنا بعمل إيه يعني حسن كده أنا بعمل حاجة إيه ده في إيه برغم إن أنا حسنة هي مش حاجة يعني كبيرة يعني حاجة لطيفة بس يعني تفهمي مبادئ السواقة تحترمي السواقة يعني هي فن ووزوق تعمل بالمهنة منذ خمس سنوات تحبها وتشعر بالرضا والسعادة كلما وجدت تشجيع من حوله والله ما في حاجة صعبة يعني عارف الصعبة أول ما تدخليه بتبقى فيه رهبة شوية بعد كده الرهبة دي بتروح إنما كل حاجة نقول دي صعبة صعبة مش هنعملها مش هنتقدم ربنا سبحانه وتعالى ما ديني القدرة والشجاعة ويعني والسعادة كبال يعني أنا كنت بطلع البيت ألاقي نفسي فرحانة جدا أولا تحياتي الناس وحب الناس ليكي يعني حسسني إن أنا إنسانة ليه يا كيان يعني عندي أربع أولاد بنتين وولدين فتلاتة متجاوزين ناس ولد واحد يعني معنى صح متفرغة للمهنة نهاية فطبعا كل إنسان في الدنيا بيبحث عن المادة يعني هي مبدأ الحياة من مادة يعني كل واحد بيجري عشان يجيب مادة يعيش فما حدش يعني تأثر بأي حاجة إنسان أنا إذا تشتغل عشان يعني تعيش اللي حواليها وتعيش أما حاجة الواحد يبعد اليأس يعني أي مهنة قدر أو لقاها يشتغلها حتى لو بتجيب مبلغ أولاين بعد كده هيلاقي نفسه هيجيب مبلغ أكتر وأحسن يعني معاش لا لا ده النهار ده هاخد حاجة بسيطة مش عارفة إيه فدايما الصغير بيكبر واستحال حد في الدنيا بيتولد كبير في العمل في كل حاجة يعني وهي محتاجة صبر ومجدلة وزكاء وشجاعة وأدب وأخلاق وكل حاجة حلوة موقف إيه؟ لما مثلا ما حد يركب بتخيل إن السواق ده واحد راجل فلما يجي يتفعله الفلوس يبصه فيش كده اللي سيدة يضحك ويهرق فهو أنا أضحك يعني بس بالنسبة بقى أمة زيت جديدة وكده اللي هما الشباب بقى يزنوا علي يكسروا اللي ملاي يخبطوا في إيا يعني عم فعرفة زي العيل الصغيرة اللي بنلعب مع بعض إن انت بقى يعني فهي دي يعني الشعب دايما بيحب المدعبة عندي عربية ملاكي كنت بسوء لما صوت المقرباص السواق كلها في المقرباص وطبعا رايحة جاية جاية رايحة بتتعلمي بقى للسواق على حق يعني بتتعلمي فن الكياد على حق وبيقبلك مشاكل بتنبهك تنبهك فيما بعد ما تعملش أي حاجة إيه مخالفة لأن السواق المقرباص غير سواق الملاكي عشان كده يقولك إيه دي سوء ده بتاع مقرباص إبعد عنه ده بتاع مقرباص يعني واحد قلبه ميت بيجري إنما الملاكي هادي وريق كده تشجع دائما المرأة للعمل وتقول أن تجربتها أثبتت نجاح إرادة المرأة المصرية في تحدي الصعب وأنه لا يأس مع الحياة وليست ثمت شيء مستحيل لا يأس مع الحياة ولا حيث مع الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر